خليني أروح الحقيقة يمكن يعني موسيباني بيذاكر بيذاكر امبي عن طريق الفيديو يعني الراجل طبعا قل صرح قبل كده انه هو ما بيتابعش مطشاط الدوري لكن بيتابع مطشاط الاهلي في افريقيا وبالتالي شاف مطش الاهلي مع امبي في الدور الاول وبيتفرج على مجموعة من المطشاط الامبي هاخد حضراتكم لمشكلة يعني او موقف صعب الحقيقة بيعاني منه او بتواجهه اللجنة الخماسية الحقيقة مسؤولوا اللجنة الخماسية في اتحاد الكورة ولجنة الحكام الرئاسية بيواجهوا ازمة خلال الفترة الحالية واعتقد كمان هتستمر الفترة القادمة بسبب عدد كبير جدا من الشكاوى المرسلة من عدد من اندية الدوري الممتاز الشكاوى دي في مجملها يعني بتطالب بمنع عدد من الحكام من ادارة مطشاطهم اللي جاية خصوصا الاندية اللي بتواجه مواقف صعبة في بطولة الدوري واخيرها طبعا نادي الاتحاد السكندرية نادي الاتحاد تقدم بشكوى رسمية ضد الحكم ابراهيم حكم الدولي ابراهيم نور الدين وطلب عدم تعيينه في اي مباراة يكون طرفها الاتحاد السكندرية كمان الحقيقة الاتحاد الكورة عنده ازمة من نوع تاني وهي طلب اندية القسم التاني بقى يعني احنا خلصنا اندية الدوري درجة الاولى نروح بقى لاندية الدوري قسم تاني وخصوصا اللي بتنفس على الصعود حضراتكم عارفين دوري درجة تاني بقى فيه عدد من المجموعات وكل مجموعة بيبقى فيها منافسة بين ناديين او تلت اندية في اوقات كتير جدا وفي بعض المجموعات بتوصل منافسة بين الفرق اللي عندها فرصة للوصول للمركز الاول لاربع اندية وبالتالي فرق اللي بتنفس على الصعود الدوري الممتاز بتطلب كمان من اللجنة الخماسية او حتى كمان اللي بتواجه شبح الهبوط بتطلب تعيين حكام دوليين ليهم خلال الجولات المقبلة وده الحقيقة هبيمثل ازمة كبيرة جدا لانه عدد الحكام الدوليين يعتبر الى حد ما قليل وضغط المباريات سواء في الدوري الممتاز ودوري قسم التاني ومسابقة كاس مصر عدد كبير وبالتالي ده اللي بتدور عليه اللجنة الخماسية مع لجنة الحكام عن حل بالتنصيق طبعا مع المسؤولين عشان يوصلوا لمعدة ترضي جميع الاطراف خليني اقول لحضراتكم انا كنت متعقع وانا اتكلمت انا وصارة وضيوفنا في السادسة في اكتر من المناسبة ان مع تطبيق الفار يعني احنا بعد ما رجعنا من توقف كورونا تدين طبق الفار كنت متعقع انه يبقى فيه سلاسة في موضوع التحكيم وكنت متعقع انه يبقى فيه كردد كبير جدا للتحكيم المصري وبياخد قرار في جزء من الثانية وممكن يكون ما شفش حاجة معينة او عدت عليه وبالتاني ما عندوش النهاردة عندنا فار وسيلة مساعدة مهمة جدا وتحل مشاكل كتير جدا والمفروض ان الحكام خدوا وقت كافي ان هما يتدربوا لكن الضجر اللي حصلت على التحكيم السيزن ده غير طبيعية ويبدو ان الفار جه للأسف شديد بنتاج عكسية وده اللي ما كانش متوقع ابدا فعلا يا احمد يمكن كان كابتن ناصر عباس بيتكلم معنا في حلقة قبل كده وقال انه الفيفا متابعة كل الدول اللي بتستخدم او الاتحادات الكرة اللي بتستخدم الفار والدوريات وانه لو فضل يبقى فيه مشاكل كتير ممكن يتم وقف تطبيق الفار في مصر طبعا ده بعيد قوي انه هو يحصل دلوقتي بس انه ليه فعلا بعد تطبيق الفار يحصل كمية الجدل ده المفروض فعلا ده حاجة عملت عشان تقلل الأقطاء التحكيمية يعني انا بعتقد انه ده يقع على عطق لجنة الحكام وعلى الاندية وعلى الاجهزة الفنية اللي بتتولى الادارة الفنية الاندية وعلى اللاعبين وبالتأكيد طبعا قبل كل دول على اتحاد الكرة اذا كان فيه ارادة حقيقية ان احنا ندعم الحكم المصري ونرفع من مستوى وطبعا الحكم لازم يساعد نفسه يعني الحكام وعتقد عندنا عدد كبير من الحكام المميزين يا جماعة يعني مش ممكن الحكم المصري يبقى يعني محل ثقة في دوريات حوالينا في المنطقة ويبقى مفتقد الثقة دي هنا لكن الحقيقة كان فيه اخطاء كتير وكان فيه اخطاء مؤسرة وكان فيه اخطاء يعني خلت اسماء كتيرة جدا في موضع شبهات في تقديري طبعا وفي ظني ودي وجهة نظر شخصية انا اللي بتحمل مسئولية مسئوليتها يعني انه معظم هذه الاخطاء غير مقصودة على الاطلاق يعني ما اعتقد انها غير مقصودة على الاطلاق ولكنها كانت مؤسرة الغريب انه ساعد بيبقى فيه خليه بس اكمل الجزئة دي على الحكام انه هما يساعدوا انفسهم على الحكام انه هما يعني لما يبقى عندنا تقنية زي تقنية الفار وفي حكم كمان مساعد موجود قدام الفيديو وبيديك المساعدة فيه اعتقد ده يساعدك بشكل كبير جدا في انك انت تقوم بمهمتك على اكمل وجه لكن لما تكون النتيجة عكس ده اعتقد انه الملام الاول هنا هو الحكم المصر انا بس كنت بقولك انه طبعا الاكيد غير مقصودة ولكن الغريب ان بيقى فيه حالات تحكمية كده مش مفروض اتنين يختلفوا فيها كانت تقريبا منهم ركلة جزاء وليد سليمان انا مش فاكرة كانت مباراة ايه بالزبط ولكن يعني ده 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 كان حكم اجنبي تجيه عن مطش الزمالك عن مطش الزمالك ده كان حكم اجنبي بابك ماشي ده على فكرة بالمناسبة مناسبة استخدام الحكام الاجانب عشان ما يبقاش ده الحل او ده الشامعة اللي بنعلق عليها بابك ده حكم سيد سمعة ومشاكله يعني حضراتكم لو عملتوا جوجل كده على اسم بابك هتلاقي انه صاحب تاريخ مش لطيف وعمل ازمات ومشاكل كتيرة جدا قبل كده الغريب انه يبقى فيه حالات تحكمية واضحة جدا لكله مفيش حكمين يختلفوا عليهم وتلاقي برضو انه بتاخطاء فجة موسيقى